موسيقى السلام عليكم سوف نحضر معكم اليوم كأب وصديق لأنه كثير من الناس خاصة لديهم ولدتهم كعياء خاصة لديهم صغير الله يحسن ويقرأ يجب أن يقرأ يجب أن يجد أعني أن يقرأ أعرفكم أخفوا قليلا على الأولاد لأنهم رئيفون لأنهم تؤثر منا تؤثر منا ويخبرون جميعا ويجب أن يرى أرامة تؤثر بنا لأننا في الدار نفسي نفسك ربما كانت تقرأ مع المرتي أو مع الأخوة او ادامه في تليفون لا يعجبني الحال فقط اترو فيهم نعتبر ان هذه فرصتنا ونحول هذا الحجر ليس النقمة ولكن النعمة لانه هذه فرصتنا لانه رأى فقدنا بزار ديال الحوائج فقدنا الخصوصيات ديالنا مع العالم ولا كله قرية صغيرة وهذا الانترنت ونبقيناش فينا هي الاحترام فينا الخصوصيات ديالنا النظافة الصلال احترام ديال الانسان الكبير التضامن هذه الحوائجات ديالنا نرى هم ليس شيء غريب إلا جاء والدك ولا بنتك ولا ولدي ولا بنتي وقدروا معي وقلوا يلا رحنا نفكروا من انتكبر ربما سنضعك في دار العجزة لانه هذا الشيء يرى عند الغرب ومنسبة له الغرب هذا الشيء يديروه رام زيان رام معروف باللي الناس لم يصلوا له حتى تقدموا بالعكس احنا نرى انه غرب سبانيا اكثر من 5500 دار العجزة اللي كانوا بقوا فيها مساكن هذو العجزة بوحدهم هربوا اتتاعدوا الناس اللي مقابلينهم حتى تقافوا من الوباء ولكن احنا ما نقدروا نفعل هذا الشيء لاننا احنا سيكون ارحم بالوالدين ديالنا مننا اللي يطول عمرهم ويخليهم لنا ونفس القادية اللي شافونا ولادنا كنفعلوا مع والدنا هكذا كي يخصهم يديرو معنا نفس القادية ماشي غريب انه ولا شفت انه ولدي ولا بنتي ما بقوش كي امنوا بمؤسسات الشواج لانه كي قيلوا يشوفوا هاد الشيء في الافلام وصبح الخيانة وصبح شيء عادي بالعكس كيقولك غان قانا لسا نزوج جاعونا غينتبعني اطلاقوا يتبعوني مشاكل هذه فرصتنا فينا عودوا نصلحوا هاد الشيء اللي فات لاننا فرتنا معهم تل هنا مع التفاهد ديال العالم كامل والعالم كله تلها ولكن جات هذا الفرصة والحمد لله ان الله ارحمنا ادخلنا باش نصلحون قد ورقتنا قبل من استمر هاد العالم ونخديوليهم عالم احسن شكرا انكم سمعتوا بالفضفاضة ديالي ومرة اخرى قبل من انتواعد معاكم كنقول لكم ما تنسوش عفاكم الكمامات لانهم ماشي غير مفروضين ولكن كي يحميونا من الوباء وكي جنبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل دير سباول كمان على الله شكرا تحياتي